صباح الخير بالتوقيت الأمريكي يوم جديد آخر في الولايات المتحدة يحمل كثيرا من المواضيع المتنوعة التي يتابعها العالم والأمريكيون بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ومنها موقع أكسيوس يفيد بأن مستشارين للرئيس الأمريكي سيصلان إلى إسرائيل غدا الخميس لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله وقبل ستة أيام من موعد الانتخابات الرئاسية هارس تتهم ترامب بمحاولة زرع الانقسام والخوف بين الأمريكيين والأخير ينتقد سجل منافسته حول الحدود والاقتصاد وتوقع بإعلان نمو قويا للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام ومؤشر ثقة المستهلكين يرتفع بأعلى معدل شهري منذ مارس 2021 وسعيا للكشف عن المزيد من المعلومات عن الطحنيط علماء في متحف فلد للتاريخ الطبيعي بولاية إلينوي الأمريكية يجرون عمليات مسح على ستة وعشرين ممياء مصرية قبل أن نستعرض مواضعنا ننتقل الآن إلى محمد الرماوي نتصفح معه أبرز ما عنوانته الصحف الأمريكية الصادرة اليوم صباح الخير محمد صباح الخير ميرا أسعد الله صباحكم مشاهدين أينما كنتم أننا مرحبا بكم إلى جولة في آخر ما تنولته الصحف الأمريكية من تطورات في الولايات المتحدة والعالم نبدأ هذه الجولة من مقال في صحيفة نيويورك تايمز قالت فيه أن المرشحة الديمقراطية كاملة هارس قدمت نفسها في ختام حملتها الانتخابية على أنها الموحد وصفت غريمها دونالد ترامب بأنه الطاغية وقالت الصحيفة أن هارس استغلت خطابها الأخير لإطلاق العنان لانتقادات شديدة ضد ترامب محذرة من أن مقترحاته ستستمر في إلحاق الضرر بالأمريكيين في هذه الجولة ننتقل إلى الصحيفة أخرى صحيفة دوالستريت في جونال هابي الصحيفة جاء فيها أن رئيس جو بايدن يجلس بشكل غير مريح على هامشي الحملة الانتخابية المرشحة الديمقراطية وقالت الصحيفة أن بايدن لم يشارك في التجمع الذي ألقت فيه هارس خطابها الأخير للحملة الانتخابية حيث بقي بعيدا عن الأنظار عمدا وهو ما يعد وفق الصحيفة مثالا على كيفية دفع بايدن إلى هامشي الحملة موقع بلومبرغ مشاهدين نقرأ منه هذا المقال الذي ركز على التطورات في الشرق الأوسط وجاء فيه أن إسرائيل تتطلع إلى اتفاق لإنهاء القتال في لبنان بعد إضعاف حزب الله هناك وجاء فيه المقال أيضا أن بن يمين نتنياهو التقى بكبار مساعديه لمناقشة اقتراح وقف إطلاق النار برعاية الولايات المتحدة ونقل الموقع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يواب جالنت التي قال فيها أن التسلسل القيادي لحزب الله قد تم تدميره وأن قدرته الصاروخية تبلغ 20% فقط مما كانت عليه قبل الصراع نختم مشاهدين هذه الجولة مع صحيفة The Washington Post هذه الصحيفة جاء في إحدى مقالتي أن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت ما يقرب من 500 تقرير تزعم أن إسرائيل استخدمت أسلحة مقدمة من الولايات المتحدة استخدمتها لشن هجمات تسببت في ضرر للمدنيين في قطاع غزة أضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية تلقت مئات التقارير التي تفيد بأن استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية هو المسؤول عن الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين مشاهدين كانت هذه أبرز العنوين والمقالات في الصحف الأمريكية لهذا اليوم بالتأكيد سنتابع المزيد مع كيميرا في أمريكا هذا الصباح نعم محمد شكرا لك مشاهدين في آخر تطوراتنا الإخبارية نقلت وكالة رويترز البريطانية للأنباء عن مصدرين وصفتهما بأنهما مطلعان أن وسطاء أمريكيون يعملون على مقترح لوقف الأعمال القتالية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية بداية من وقف لإطلاق النار لمدة ستين يوما وكان موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن ثلاثة مصادر لم يسمها أن عمص هوكستين وبريت ماكورغ مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصلان إلى إسرائيل غدا الخميس لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن وزارة الخارجية الأمريكية لم ترد بعد على طلب للتعليق على هذا الموضوع أعلنت الولايات المتحدة أنها طلبت من إسرائيل توضيحا بشأن غارة وصفتها بالمروعة شنتها على بيت لاهية في شمال قطاع غزة وأسفرت عن مقدل وفقدان ما لا يقل عن ثلاثة وتسعين فلسطينيا في المجمل وإصابة العشرات وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه لا يستطيع التحدث عن عدد محدد للقتل لكن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مزيد من المعلومات مشيرا إلى أن الهجوم كان واقع مروعة أدت إلى نتيجة مروعة معنا الآن من البيت الأبيض مراسل الحرة هشام برار للحديث أكثر عن هذه التطورات هشام صباح الخير معنا أبدأ معك إن كان هناك أي تعليق واضح صدر من البيت الأبيض فيما يخص المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بالإضافة أيضا إلى تفاصيل أوفة حول زيارة مستشارين للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل يوم غدا الخميس وبكل تأكيد من دون تأكيدة رسمية هناك حراك من جانب الولايات المتحدة على المسارين في هذه اللحظة الأخيرة الأيام الخيرة قبل الانتخابات الأمريكية على مسار وقف إطلاق النار في غزة وأيضا في لبنان جدير بالذكر أنه قبل أسبوع أموس هوكستين مستشار رئيس الأمريكي وانبعوت الرئيس الخاص لهذا الشأن زار لبنان ثم كان هناك حديث هنا في واشنطن على أنه تلقى على الأقل بعض المؤشرات الإيجابية من الجانب اللبناني رئيس البرلماني اللبناني نبيه بري الذي كان يتحدث باسم حزب الله لبناني وموقف حزب الله لبناني في هذه المفاوضات الولايات المتحدة كانت تنتظر وتبحث وهناك محاذثة تجارية مع الجانب الإسرائيلي بالأمس اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نيتنياهو وفقا لمكتبي مع وزراء ومسؤولين في الدفاع والاستخبارات للتشاور على ما يبدو حول هذه الخطة الأمريكية التي كان فيها الشد والجد منذ فترة نذكر أيضا أنه ناموس هوكستين كان يعمل عليها على مدى أكثر من عام لإعادة تنفيذ قرار 1701 من أجل عودة السكان على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان الآن هناك بعض التفاهمات علمانا أن إسرائيل بعثت رسالة إلى البيت الأبيض تريد أن تبقي فيها على حق التدخل لمنع حزب الله من العودة إلى الحدود لكن هناك تفاهم لتنفيذ هذا القرار بما يستجيب للمخاوف الإسرائيلية ولتبدو إسرائيل مصممة الآن على ذلك الشرط الذي كان يثير بعض الاعتدارات من الولايات المتحدة وهو بقاء القوات الإسرائيلية وتدخل القوات الإسرائيلية بانتظام في المنطقة ما يدفع أيضا على الأمل هو أن إسرائيل تشعر أنها الآن دمرت البنى التحتية والآن تشك على إنهاء العمليات في القرى المتاخمة للحدود الجنوبية وأيضا بعد القضاء على قيادة حزب الله اللبناني يبدو أن حزب الله اللبناني الآن مستعد لفك الارتباط مع حماس في غزة وهو كانت من الأمور التي كانت شروط لحسن نصر الله قبل تصفيته لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان مع إسرائيل مؤشرات بكل تأكيد دفعت البيت الأبيض لإفاد أموس هوكسين هذه المرة مع منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البيت الأبيض بريت ماكورك العودة مجددا إلى إسرائيل من أجل تحقيق تقدم أو إبرام هذه الصفقة وهذا الاتفاق بالتأكيد لك كل الشكر مراسل الحرة من البيت الأبيض هشان بورر وقبل استكمال فقرات أمريكا هذا الصباح نتوقف مع هذه الجولة السريعة على أهم الأخبار العالمية مع محمد من شديد إليك محمد نعم ميرا أفاد مراسل الحرة في قطاع غزة بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء قصف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل سكني في حي الشيخ ناصر شرقية مدينة خانيونس الجنوبية القطاع فجر اليوم يأتي ذلك فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح إثر قصف إسرائيلي استادف خيمة تأوي نازحين في منطقة مواصي خانيونس كما أسفر قصف إسرائيلي استادف خيمة تأوي نازحين غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة صباح اليوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة آخرين في الأثناء أعلنت بلدية بيت لاهيا شمالية القطاع أن المدينة باتت منطقة منكوبة جراء العملية العسكرية والحصار الإسرائيلي حيث باتت بلا طعام ومياه ولا مستشفيات وأطباء ولا حتى خدمات واتصالات قال المصعفون إنما لا يقل عن عشرين فلسطينيا قتلوا جراء سلسلة من الضربات الإسرائيلية على أنحاء مختلفة من قطاع غزة وقتل ثمانية أشخاص بضربة على منطقة السلاطين في بيت لاهيا شمالية القطاع قرب المنطقة التي قالت وزارة والصحة في غزة إن ثلاثة وتسعين شخصا على الأقل قتلوا أو فقدوا فيها جراء ضربة جوية إسرائيلية أصابت منزلا متعدد الطوابق أمس ثلاثة وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن عملياته معلقة بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع على شمال القطاع الجيش الإسرائيلي قال من جانبه أن طائرات مقاتلة من سلاح الجو قصفت المنطقة الإنسانية في خانيونس لما قال الجيش إنها استدفت عناصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي المدرجتين على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة فيما يواصل الجيش العمل في منطقة جباليا وكذلك في وسط وجنوب القطاع حيث وقضى خلال الساعات الماضية على من وصفهم بمسلحين ودمر بنا تحتية قال إنها إرهابية في الأثناء نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطالعة قولها إن وسطاء ملف الحرب في قطاع غزة سيقدمون اقتراحة هدنة لأقل من شهر لحركة حماس وأوضحت هذه المصادر أن الاجتماعات بين رئيس الموساد ديفيد برنيع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في الدوحة التي انتهت أول أمس الاثنين ناقشت هدنة لأقل من شهر في قطاع غزة تشمل تبادلا للرهائن مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة قال متحدثون باسم الجيش الإسرائيلي على منصة اكس إن الجيش أصدر تحذيرا للسكان بإخلاء مدينة بعلبك في شرق لبنان وجاء في التحذير أن القوات الإسرائيلية ستعمل بقوة ضد مصالح حزب الله داخل المدينة وعلى السكان الانتقال خارجها حتى لا يلحقهم الأذى من جهة أخرى أعلنت مصادر محلية لبنانية مقتل شخص على الأقل إثر غارة إسرائيلية استدفت حافلة صغيرة كانت تحمل ذخيرة على طريق رئيسي قرب العاصمة بيروت حزب الله أعلن من جانبه أنه قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية في جنوب حيفا بسرب من المسيرات كما أعلن مقاتل الحزب استهدافهم لتجمع جنود إسرائيليين عند بوابة شبع بقبائف صاروخية شدينا الآن إلى شبكة مراسلين معنا من تل أبيب يحيى قاسم من العاصمة بيروت جين عفيش وكذلك من خان يونس جنوبي القطاع مراسلنا هناك سيف الصواتي أبدأ معك سيف بآخر هذه التطورات الميدانية ما زالت إذن الغارات الإسرائيلية مستمرة ضربت مناطق متفرقة شمانا بيت لاهيا وصدر البلح وحتى خان يونس في الجنوب ماذا في كل هذه التفاصيل الميدانية وحتى تبعاتها الإنسانية سيف نعم التحية محمد بالفعل الغارات الإسرائيلية ما زالت متواصلة ولو ربما المراحظ اليوم بأن جل هذه الغارات ومعظمها استهدفت تجمعات للمواطنين أي بمعنى كان الاستهداف مباشر لأشخاص ومواطنين سواء في جنوب أو وسط وكذلك شمال قطاع غزة في الساعة الأخيرة كان هناك استهداف في شمال قطاع غزة لمجموعة من المواطنين في منطقة سوق بيت لاهيا هذا الاستهداف أدى لمقتل عشرة أشخاص بالإضافة لعدد من الإصابات بالإضافة إلى ذلك سبق هذا الاستهداف أيضا سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي اتجاه مشروع بيت لاهيا وكذلك الأحياء المحيطة بمخيم جباليا وكذلك في عمق المخيم بالإضافة إلى ذلك محمد نتحدث أيضا أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواصي خان يونس وكذلك منطقة الزوايدة أو إلى الغرب من مدينة دير البلح وكذلك المناطق الشرقية لمدينة خان يونس أصفرت عن مقتل عدد من المواطنين والنازحين بالإضافة لعشرات الإصابات لربما بحسب وزارة الصحة نتحدث عن أكثر من 35 قتيل بالإضافة لعشرات الإصابات ولكن جل العمليات العسكرية الإسرائيلية وهذه العمليات تتركز في شمال قطاع غزة في ظل تواصل عمليات القصف وكذلك عملية حصار وعزل منطقة شمال قطاع غزة عن أحياء غزة المركزية لليوم 25 على التوالي بالإضافة إلى ذلك إعلان بلدية بيت لاهيا أن شمال قطاع غزة منطقة منكوبة دون ماء أو غذاء وكذلك مستشفيات ولا أطباء ولا حتى أيضا خدمات صرف صحي بالإضافة لتوقف أبار المياه بشكل كامل وهذا الأمر على ضوء هذا الإعلان من بلدية بيت لاهيا كان هناك مطالبات بضرورة فتح برار إنساني آمن لإدخال المساعدات الغذائية والإغاثية لشمال قطاع غزة وكذلك أيضا السماح لطواقم الإنقاذ والطواقم الطبية بالدخول وممارسة أعمالهم الإنسانية بداخل شمال قطاع غزة محمد نعم هذا الوضع في قطاع غزة بالانتقال لك يحيى قاسم من تل أبيب تطورات إذن ميدانية وسياسية متلاحقة إن كانت على جبهة الجنوب في قطاع غزة أو حتى شمالا مع لبنان أطلعتنا على آخر التحديثات لديك يحيى بكل تأكيد محمد أهلا بك بالتوازي مع الخطاب الذي يلقيه في هذه الأثناء الأمين العام الجديد لمنظمة حزب الله نعيم قاسم القصف متبادل بين إسرائيل وبين الحزب قبل قليل دوت صافرات إنذار في جبل الجرمق حيث تقع قاعدة ميرون الجوية وبالتوازي بدأ الجيش بتنفيذ تحذيراته السابقة وقصف مدينة بعلبك بالإضافة إلى التحذيرات التي صدرت في وقت لاحق وهي الإخلاء بلدات عدة في جنوب لبنان بما يشمل سجد كفرجوز النبطية تحت الفوق زفتة جرجوع حوميني تحت وكفر رمان هذا يأتي بالتوازي أيضا بطبيعة الحال مع استمرار العمليات البرية في جنوب لبنان في العمليات المحدودة كما يقول الجيش الإسرائيلي ويتحدث عن استهداف مزيد من الشخصيات في منظمة حزب الله ولسيما قوة ردوان هذه المرة يتحدث الجيش عن استهداف وقتل نائب قوة ردوان مصطفى أحمد شحادي في منطقة النبطية في غارة جوية بالتوازي مع ذلك القصف أيضا على البلدات الإسرائيلية مستمر إصابة عاملين أجنبيين محمد في المطلة في شمالي إسرائيل وكذلك إصابة مصنع لإنتاج الوسائل التي تستخدم في الطائرات كل هذا يأتي بالتوازي مع استمرار التحركات بوية التوصل لوقف لإطلاق النار ومثلما استمعنا من الزميل هشام ربما من المفترض أن يصل غدا المبعوثين الأمريكيين المبعوثان الأمريكيين أموس هوكستين وكذلك بريت مكورك من أجل إيجاد صيغة ربما لوقف إطلاق النار في الوقت الذي جرى فيه اجتماع للمجلس الوزاري المصغر والذي تطرق إلى هذه المسألة نعم شكرا لك على التفاصيل يحيى بالانتقال لكي جين عفيش من العاصمة بيروت إذن تطورات ميدانية متلاحقة إن كانت على صعيد العملية البرية في الجنوب أو حتى القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل وأوامر الإخلاء في بعلبك وحتى هذه الجودة السياسية مدى في كل تفاصيل هذه جينة بالفعل محمد نبدأ من أوامر الإخلاء في مدينة بعلبك فبعد الإنزارات التي كان أصدرها الجيش الإسرائيلي لسكان مدينة بعلبك وعين برداي وإعات وبدي بدرورة إخلائها فورا بالفعل منذ دقائق بدأ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وصفت بالعنيفة حسب مصدر أمني على مدينة بعلبك وعلى محيطها علما أن تلك المدن وحتى مدينة بعلبك كانت ولا تزال تتعرض لغارات جوية منذ أكثر من شهر على بدء هذا التصعيد المستمر بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله علما أن حركة نزوح كثيفة كانت سجلت اليوم لسيما من مدينة بعلبك على وقع مناشدات بطبيعة الحال من قبل محافظ بعلبك بشير خضر للنازحين بالتوجه إلى الشمال أو على الطريق الدولية باتجاه بلدة زحلة أو باتجاه بلدة عرسال ولكن أيضا اليوم محافظ الشمال رمز نهرة كانت تحدث في حديث تلفزيوني أن القدرة الاستيعابية لمراكز الإيواء في الشمال اللبناني قد بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى وبالتالي لا يمكن أن يتوجه النازحون من مدينة بعلبك إلى تلك المراكز إلا إذا استحدثت بطبيعة الحال الدولة اللبنانية مراكز إيواء جديدة علما أيضا أن حال من الخوف والهلع كانت سادة صفوف أبناء مدينة بعلبك على وقع أيضا مكبرات للصوت وإنذارات كان أطلقها الدفاع المدني اللبناني لسكان تلك المدينة وأيضا الضواحي المجاورة لها بضرورة الإخلاء فورا وهناك مخاوف كان أعرب عنها أيضا محافظ مدينة بعلبك من أن يتم استهداف قلعة بعلبك الأثرية علما أن عدد من النازحين كانوا توجهوا إلى تلك القلعة بطبيعة الحال وطلب منهم المحافظ أن يتم إخلاءها فورا وتحدث الرئيس بلدية بعلبك أن ما يقارب المئة ألف شخص كانوا نزحوا من هذه المدينة التي كما الجميع يعلم هي مدينة تراثية وأثرية لها أيضا تاريخ حضري مميز وبالتالي هذه الاستهدافات أيضا تستمر الإسرائيلية على الجنوب عبر سلسلة الغارات الجوية المستمر من بيروت جين عفيش شكرا لك وشكر لك من تلبيب يحيى قاسم وكذلك لك سيف السويطي من خان يونس جنوب قطاع غزة أمريكا هذا الصباح مستمر ونعود الآن إلى ميرا وبقية الفقرات إليك ميرا نعم محمد في أخبار الانتخابات الأمريكية المقررة السلساء المقبل تواصل حملتا نائبة الرئيس المرشح الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب نشاطاتهما في اليوم السادس الذي يسبق يوم الاقتراع ومن المنتظر أن يعقد ترامب تجمعات انتخابية اليوم في كل من ولايتي ويسكونسن نورث كارولاينا فيما تنشط هاريس في تجمعات انتخابية في ولايات ويسكونسن نورث كارولاينا وبنسلفينيا ترجمة نانسي قنقر هذا وحذرت هاريس من أن منافسها الجمهوري دونالد ترامب كان يسعى للحصول على سلطة مطلقة وقالت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشح الديمقراطية لمنصب الرئيس أمام تجمع جماهيريا في مكان مفتوح قرب البيت الأبيض أمس إن الرئيس السابق أرسل حشدا مسلحا إلى مبنى الكابيتل في محاولة لقلب خسارته في انتخابات عشرين عشرين الرئاسية أعلم أن كثيرين آخرين ما زالوا يفكرون إلى من سيدلون بأصواتهم أو ما إذا كانوا سيصوتون على الإطلاق لذا سأتحدث الليلة إلى الجميع حول الاختيار والمخاطر في هذه الانتخابات نحن نعلم من هو دونالد ترامب إنه الشخص الذي وقف في هذا المكان بالذات قبل أربع سنوات تقريبا وأرسل حجدا مسلحا إلى مبنى الكونغرس الأمريكي لقلب إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة ترامب انتقد من جانبه سجل منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هارس حول الحدود والاقتصاد وقال ترامب في تجمع انتخابيا أمام مجموعة من أنصاره في منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا قال في قضية تلو الأخرى هي من دمرها في إشارة إلى هارس مضيفا أنه سيصلحها بسرعة كبيرة يواجه الشعب الأمريكي خيارا بين طريقتين مختلفتين تماما لاقتصادنا في قضية تلو الأخرى هي من دمرها وسأصلحها وسأصلحها بسرعة كبيرة أدل أكثر من خمسين مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وذلك وفقا لمتتبع التصويت المبكر التابع لجامعة فلوريدا وتشير البيانات إلى نحو تسعة وثلاثين بالمئة من الناخبين المسجلين الذين صوتوا مبكرا من الديمقراطيين بينما يشكل الجمهوريون نحو ستة وثلاثين بالمئة كما أظهرت البيانات أن واحدا وأربعين في المئة من الناخبين الذين صوتوا مبكرا تزيد أعمارهم عن خمسة وستين عاما تزيد أمريكيون تزيد أمريكيون لاتينية في مدينة إيلنتاون بولاية بنسلفينيا التي تقطنها أغلبية من أصول لاتينية خارج أحدث تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب وردد المشاركون شعارات مثل المهاجرون يجعلون أمريكا عظيمة التي تشبه شعار ترامب لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى إلى جانب دعوات مثل ترامب إرحل تأتي المظاهرة بينما يتزيد غضب الأمريكيين من أصول لاتينية لسيما أولئك القادمين من بورتوريكو بعدما شبه ممثل كوميدي تحدث في تجمع انتخابي لترامب في نيويورك في نهاية الأسبوع الماضي الجزيرة الأمريكية بكومة من القمامة هذا وواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات شديدة بعد وصفه خلال مكالمة انتخابية أنصار المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بأنهم قمامة وكان بايدن قد تطرق في مكالمة عبر الفيديو مع منظمة فوتو لاتينو التي تعنى بتسجيل الناخبين اللاتينيين كان قد تطرق إلى جدل أثاره أحد المتحدثين خلال تجمع انتخابيا لترامب في مدينة نيويورك الأحد الماضي عندما وصف بورتوريكو بأنها جزيرة عائمة من القمامة وقال بايدن القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصاره لكن البيت الأبيض أوضح في بيان أن بايدن كان يشير إلى خطاب ترامب وليس إلى أنصاره بالمقابل أظهر استطلاع حديث للرأي أن العديد من الناخبين الأمريكيين يشعرون بالقلق من احتمال تصاعد الصراع الدائري في الشرق الأوسط وتحوله إلى حرب إقليمية شاملة وأعرب نحو نصف المستطلع أراؤهم عن قلق بالغ أو جدا بشأن احتمال نشوب حرب أوسع في المنطقة وعلى الرغم من وجود قلق بشأن تزايد الصراع وفقا للإستطلاع الذي أجره مركز أي بي نورك لأبحاث الشؤون العامة فإن عددا أقل من الناخبين حوالي أربع من كل عشرة يشعرون بالقلق من جرار الولايات المتحدة إلى حرب في الشرق الأوسط في التطورات أيضا قال مسؤول انتخابات في ولاية كوليرادو إنه تم وضع كلمات مرور نظام التصويت بالخطأ على الموقع الإلكتروني العام لأمانة الولاية قبل أن يتم اكتشاف الأمر وإزالتها وأشار مسؤول الانتخابات إلى أن هذا الخطأ لم يشكل تهديدا فوريا للانتخابات المقررة ثلاثاء المقبل وقال جاك توض المتحدث باسم مكتب أمانة الولاية في بيان إن كلمات المرور مجرد جزء واحد من نظام أمني متعدد الطبقات وأضاف أنه بمجرد اكتشاف هذه الثغرة اتخذت الإدارة إجراءات فورية وأبلغت وكالة الأمن السبراني وأمن البنية التحتية وتعمل على معالجة الوضع مشاهدين الآن إلى شبكة مراسل الحرة المنتشرين في الولايات الأمريكية معنا ريدا بو شفرا من ولاية فلوريدا توني نداف من ولاية نيويورك ومعنا أيضا تمام الجاسم من جورجيا وشيب الحمد عبد الرحمن من ساث كارولاينا أهلا بكم جميعا بالتأكيد أبدأ معك من ولاية فلوريدا الأمريكية هذه الولاية الحمراء ريدا وجامعة فلوريدا أشارت إلى أن أكثر من خمسين مليون مواطن أمريكي اتجهوا للتصويت في الانتخابات المبكرة لو تنقل لنا صورة هذا الوضع داخل ولاية فلوريدا وهل هناك توجه فعلا للتوجه إلى التصويت المبكر عبر البريد ريدا طيب يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع رضا بالتأكيد سنعاود الاتصال به إن أمكن توني نداف أنت متواجد في الولاية الزرقاء المعروفة تاريخيا بميولها الديمقراطية أنقل لنا كيف تبدو الأجواء قبل حوالي ستة أيام من يوم الانتخابات بالفعل ميرا لابد من الإشارة بداية أنه بالحديث يعني على مستوى مدينة نيويورك تحديدا يبدو أن المدينة قد كسرت الأرقام القياسية في التصويت المبكر خلال عطلة نهاية الأسبوع مع بدء عملية التصويت المبكر في اليوم السبت الماضي وحيث توزجها سكان نيويورك إلى صندوق الاقتراع بأعداد كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أدل أكثر من 250 ألف شخص بأصواتهم خلال أول يومين فقط على بدء التصويت المبكر وصوت أكثر من 140 ألف شخص منهم في نيويورك تحديدا في اليوم الأول مما يجعله أعلى نسبة إقبال على التصويت المبكر في تاريخ المدينة بحسب ما أشار طبعا مجلس الانتخابات في المدينة والذي أيضا أصدر أرقام اليوم عن اليوم الرابع من التصويت المبكر أي يوم أمس الثلاثاء والتي توزعت على النحو الثاني منهات 136 ألف ومائتين وستة صوت برونكس 50 ألف وثمانمائة وثلاثين بروكلين 150 ألف وثمانمائة وخمس أصوات وستاتن آيلاند 45 ألف ومائتين وسبعة وثمانين أما إجمالي عدد عمليات تسجيل التصويت المبكر حتى يوم الثلاثاء ميرا كان 495 ألف واربعمائة وثمانية وسبعين طبعا من الأصوات الحديث هنا يكثر عن هذا الإقبال الكبير على التصويت وغير المسبوق على مستوى الولاية خاصة لابد من التذكير أن نيويورك تعتبر من الولايات الزرقاء كما أشرت التي صوتت تاريخيا للحزب الديمقراطي حيث فاز المرشحون الديمقراطيون للرئاسة بسهولة بهذه الولاية في عامي 2016 و2020 أنتقل إلى ولاية جورجيا الأمريكية معك تمام جاسم أنت متواجد في إحدى الولايات المتأرجحة المهمة بالتأكيد في هذا السباق الانتخابي لو تطلعنا على المزيد من المعلومات حول هذه الولاية وهل هناك إقبال للتصويت المبكر والأجواء التحضيرية بالتأكيد قبل أيام من موعد الانتخابات كيف تبدو تمام نعم ميرا صباح الخير لك ولمشاهدين في قناة الحرة أقف الآن أمام مركز اختراع للتصويت المبكر مركز آدم للتصويت المبكر كما ترين بعض الإقبال الدنيا لا تزال صباحا وهناك القليل من الظروف الجوية الأمطار قد لا تساعد ولكن أمس طالعت بعض الأخبار عن الولاية حيث أعلن سكرتير حاكم الولاية أن عدد من صوتوا مبكرا وصل إلى تقريبا ما يقرب من ثلاثة ملايين صوت أو مصوت هذا الرقم قياسي في جورجيا لم يحصل سابقا ما يعني أن الولاية تدخل في مرحلة من الصراع تعتبر الانتخابي ترامب يحتاج إلى هذه الولاية حسب ما هو مستطلع أراءه بينما هاريس قد تحتاج إلى ولاية بنسلفينيا وبالتالي من يظفر بولاية جورجيا سيقول له نصيب قوي في هذه الانتخابات الحملة الانتخابية لترامب أنفقت إلى الآن 46% من ميزانيتها على جورجيا الإعلانات في كل مكان بالأخص الإعلانات الكترونية إعلانات التلفزيون محاولة من ترامب أو حملة ترامب لكسب أصوات الناخبين هنا في هذه الولاية خاصة بأنها معروفة بوجود نوعا ما تواجد للأصول الإفريقية وأيضا لكثرة الشباب وهم يعانون من إشكالية مطروحة في الانتخابات وهي قصة الإجهاب وهي محورية هنا يبدو أن الناخب يوليها أهمية كبرى ننتقل إليك شبا الحمد نفهم منك أيضا تفاصيل الوضع في الولاية التي تتواجد فيها أبرز الملفات المهمة أيضا هناك وكيف تبدو عملية الإقبال على التصويت المبكر أو حتى إن كان هناك ربما من حاكم الولاية بيانات رسمية حول الذين أيضا شاركوا بعملية التصويت المبكر عن طريق البريد نعم ميرا صباح الخير في الواقع نوس أو ساوت كارولاينا قدمت في الأيام الماضية وفقا للجنة الانتخابات في الولاية أداء مختلفا في الإقبال على مسألة التصويت المبكر حيث فاقت كل السنوات الماضية ميرا لابد من الإشارة أيضا إلى أن ما يحدث الآن في ساوت كارولاينا هو نموذجي باعتبار أن التصويت المبكر في ساوت كارولاينا بدأ في 21 من الشهر الجاري وسينتهي يوم الثاني من نوبمبر وكان الإقبال كبير جدا خلال هذه الأيام حيث بلغ أكثر من 865 ألف شخص قاموا بالتصويت المبكر في عدد من محليات الولاية هناك صراعات أخرى أيضا داخل الولاية ليست فقط على مستوى الرئاسة الانتخابات الرئاسية ولكن على مستوى أيضا المجالس والهيئات التشريعية في الولاية حيث يحوز الديمقراطيون الآن حوالى 36 متعة فقط في المجلس التشريعي للولاية أو مجلس النواب في الولاية وهذا العدد يجعلهم أقلية عظمى هم سيحاولون في هذه الانتخابات الخروج من هذه الدائرة ومحاولة توسيع مقاعدهم في هذا المجلس كذلك هم في الكونغرس في الولاية يملكون فقط 16 مقعدا والبقية هي للجمهوريين من جملة 46 مقعد وكذلك في مجلس النواب الجملة للمقاعد أو العدد لكل المقاعد هو 124 مقعد إذن الديمقراطيون يواجهون أجواء ضبابية مثل التي نعيشها اليوم هنا في كولومبيا في طريقهم إلى محاولة استعادة أو أخذ المزيد من الفرص للمشاركة في المجالس أو الهيئة التشريعية في الولاية كما سيواجه أيضا ميرا الناخبون أو الذين سيذهبون إلى الاقتراع في الخامس من نوفمبر المقبل ويقومون بذلك على نعاب التصويت المبكر سؤالا حول تعديل دستوري يطرح فيما يتعلق بحقية التصويت لمواطني الولاية وما إلى ذلك هذه أبرز النقاط التي يمكن أن أشير إليها الآن ولكن هناك الكثير من الأحداث السياسية التي يشهدها المواطنون في ساوث كارولاينا عفوا نعم بالتأكيد نحن سنبقى بمتابعة مستمرة ولكن يبدو الآن سينضم إلينا من جديد مراسل الحرة من ولاية فلوريدا رضا بو شفرة ومعنا أيضا فاديا سليم من ولاية إلينوي الأمريكية أهلا بكم رضا دعنا نبدأ من هذه الولاية الحمراء كيف تبدو عمليات التصويت المبكر وكيف تبدو التجمعات الانتخابية التي أجراها المرشح الجمهوري دونالد ترامب وحجم الإقبال عليها نعم صباح الخير ميرا صباح الخير زملاء مراسلين في مختلف الولايات طبعا كما ذكرت فلوريدا هي ولاية حمراء يسيطر عليها الجمهوريون على مستوى غالبية المجالس المنتخبة على مستوى غالبية البلدية ولكن أيضا أعضاء الكونغرس يعني هناك أكثر من عشرين عضو من المجلس النواب هم جمهوريون بالإضافة إلى ستة فقط من الحزب الديمقراطي الحزب الديمقراطي يحاول أن يشق طريقه نحو هذه الولاية وأن يسترجعها أو على الأقل أن تكون هذه الولاية ولاية متأرجحة كما كانت قبل 2016 عبر لعب العديد من الأوراق منها ورقة الإجهاد التي تعد ورقها ما بالنسبة لمواطني هذه الولاية خاصة العنصر النسوي قانون الإجهاد هنا في موريدا يمنع الإجهاد بعد ستة أسابيع من الحمل لذلك هناك حملة يقودها الليبرايون وأيضاً الديمقراطيون من أجل أن يكون الإجهاد حق دستوري حسب دستور الولاية ولاية فلوريدا طبعاً لا أحد يعرف ماذا ستحول أولو نتائج الانتخابات إن كان سيعتمد الناخبون هذا المقترح أم لا بالنسبة دعيني أختم بهذه الأرقام الانتخابات المبكرة إلى غاية اليوم حسب آخر أرقام التي صدرت اليوم صباحاً على الساعة الثامنة صوت في التصويت المبكر 3 ملايين و340 ألف ناخب بينما صوت عبر البريد مليونين و357 ألف ناخب وهذه الأرقام تعكس اهتمام المواطنين في هذه الولاية بهذه الانتخابات التي يرونها مصيرية ومهمة بالنسبة لولاياتهم نعم أنتقل إليك فادية يعطيك العافية فادية يعني لو تطلعين على المشهد في هذه الولاية ولاية إلينوي حيث أنت متواجدة الآن نعم ميرا أهلا بك صباح الخير ولاية زرقاء صلبة هذه الولاية هي ولاية زرقاء منذ عام 92 الأرقام الجديدة التي كانت صادرة يوم الاثنين كانت آخر أرقام صدرت يوم الاثنين الماضي مساء يوم الاثنين تحدثت عن أرقام الانتخابات المبكرة تتحدث هذه الأرقام أن تقريبا ربع مليون شخص في مدينة شيكاغو وهي المدينة الأكبر في ولاية إلينوي تقدم ربع مليون شخص للانتخابات المبكرة حتى الآن مقارنة بانتخابات عام 2020 هذه نصف الأرقام في عام 2020 كانت أرقام الانتخابات المبكرة التصويت المبكر الإقبال عليه كانت الأرقام حوالي نصف مليون ما أهمية هذه الأرقام؟ أهمية هذه الأرقام أنها تعكس أن لا يوجد هناك حماسة كبيرة لدى الناخبين في هذه المدينة وفي ولاية إلونوي بالعموم على هذه الانتخابات هذا الموضوع لا يؤرق كثيرا الموجودين في الولاية هذه ولاية زرقاء ومن المحتمل الاحتمالات الأكبر هناك احتمال ضئيل جدا أن يفوس فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب لكنها تعكس التنافس الكبير على الانتخابات التشريعية هناك 17 مقعد في مجلس النواب عليهم تنافس كبير الدائرة السابعة عشر هي الدائرة التي تحمل التنافس الأكبر وبالتالي هناك خوف من تغيير مقاعد الديمقراطين والجمهوريين الجديد بالذكر الآن أن هناك تقريبا 17 مقعد ثلاثة منهم فقط لجمهوريين الآن في هذه الولاية للحديث مجددا مع هذه الولاية المعلومات ماذا سيحدث في الانتخابات هي ولاية زرقاء لا يوجد انتخابات لمجلس الشيوخ ولا يوجد انتخابات لحاكم الولاية هناك انتخابات تشريعية هناك انتخابات تشريعية للولاية وأيضا الانتخابات الرئاسية التي ستحدث في الخامس من نوفمبر شكرا جزيلا لكم جميعا مرسلوا الحرة ريدا بوشيفر من فلوريدا تونين الداف من نيويورك فاديا سليم من إلينوي تمام الجاسم من جورجيا وشيبا الحمد عبدالله من ساوث كارولاينا أشكركم جزيلا شكر شكرا لكم مشاهدينا أمريكا هذا الصباح مستمر معكم ننتقل الآن إلى الزميل أحمد عواد من الحرة ديجيتل والذي سيضعنا في صورة آخر البيانات الخاصة بمواجهة 2024 بالأرقام لا تظهر بيانات الناخبين المتحدة الآن حماسا كبيرا لدفئة الشباب تجاه الانتخابات المقبلة ثماني ولايات فقط شهدت تسجيل ناخبين تحت سن 30 بعداد أكبر من انتخابات الماضية 2020 هذه الولايات هي ميشيغن إحدى أهم الولايات المتأرجحة التي شهدت زيادة عن الانتخابات الماضية بنسبة 8% يليها أوكلهوما ووست فرجينيا وكانسس ونيفادا وتكساس ومساتشوسيتس وتينيسي وبينما تقترب ثماني ولايات أخرى من معادلة أرقام التسجيل لهذه الفئة من الناخبين في 2020 قبل يوم الاقتراع تظل أغلب الولايات بعيدة عن الوصول إلى نسب تسجيل الانتخابات الماضية وفيما يخص التصويت المبكر في تسع ولايات رصدت أعمار المصوتين تشير البيانات إلى أن الناخبين بين 18 و 25 عاما هم الشريحة الأقل تصويتا حتى الآن بنسبة تصل إلى قرابة 7% فقط من إجمال المصوتين في هذه الولايات من المقابل الشريحة الأكبر هي لمن تفوق أعمارهم الـ 65 عاما والذين بلغت نسبة المصوتين مبكرا منهم في هذه الولايات 41% نشير إلى أنه حتى اليوم أدل أكثر من 53 مليون أمريكي بأصواتهم ضمن التصويت المبكر في انتخابات 2024 ماذا تقول استطلاعات الرأي فيما يخص الشباب مقابل الكبار؟ رغم التقارب الشديد في استطلاعات الرأي بين المرشحة الديمقراطية كاملة هاريس والجمهوري دونالد ترامب لكن فيما يتعلق بالفئة العمرية تظهر لنا البيانات تباين ملحوظة في استطلاع حديث أجرته جامعة ماساتشوسيتس الأمريكية تميل فئة الشباب بين 18 إلى 29 عاما إلى هاريس بنسبة 53% مقابل 36% لترامب بالنحية الأخرى يدعم 53% من الأمريكيين فوق 55 عاما ترامب مقابل 43% يدعمون هاريس كان هذا أبرز ما لدينا اليوم فيما يخص أرقام مواجهة 2024 وعود إليك مرة أخرى ميرا نعم أحمد بالتأكيد شكرا جزيلا لك الآن سننتقل الآن إلى محمد بالدين يطلعنا على أبرز ملفات الحرة الليلة محمد صباح الخير ماذا في جعبتك من ملفات لهذه الليلة؟ صباح الخير ميرا العديد من الملفات في الحرة الليلة بعد نحو أربع ساعات من الآن نناقش فيها البداية دائما بتطورات الشرق الأوسط حيث نناقش ردود الفعل على مقتل العشرات في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في شمالي قطاع غزة خلال الساعات الماضية وفي ذات السياق نناقش أيضا ما أوردته صحيفة الواشنطن بوست من أن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت نحو 500 تقرير تتحدث عن تسبب الأسلحة الأمريكية التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل بأضرار غير ضرورية كما وصفتها للمدنيين في قطاع غزة كذلك نناقش الانتخابات ميرا وخاصة أننا على بعد ستة أيام فقط من يوم الانتخاب الخامس من نوفمبر نناقش ظاهرة السراب الأحمر كما شدت على وصفها في وقت سابق الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب أو التحول الأزرق بصيغة أخرى خاصة في آخر أيام هذه الحملة الانتخابية ونناقش أيضا الخطبة الختامية لكل من المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس الحالي كمال هارس على بعد ستة أيام من يوم الانتخاب الكبير يعطيك العافية محمد أشكرك جزيلة شكر على هذا العرض حول برنامج الحرة الليلة شكرا لك الآن مشاهدين ننتقل إلى الزميل أحمد منعم من فريق الحرة تتحرى وفقرة صح أم خطأ إليك أحمد شكرا ميرا صح أو خطأ نصحبكم مشاهدين ونظرة على أبرز ما ذكره كل من مرشحي رئاسة الأمريكية هارس وترامب وبيان ما إذا كان مطابقا للحقائق أم لا نبدأ جولتنا من خطاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب في تجمع انتخابي بولاية نيويورك والذي كرر فيه اتهامه لإدارة بايدن هارس بإنفق أموال الطوارئ على المهاجرين لنستمع لم تكن وكالة الطوارئ حاضرة في كارولاين الشمالية فقد أنفقوا مخصصاتهم على المهاجرين غير النظاميين فلم يتبقى لهم شيء لإنفقه في جورجيا أو كارولاين الشمالية أو ألباما وتينيسي وفلوريدا وكارولاين الجنوبية بعد التقصي تبين لنا أن تصريح ترامب يحمل دعاء خاطئا لماذا؟ لأن الكونجس الأمريكي وليس الرئيس أو نائبه هو من يخصص الأموال التي تتلقاها البرامج الحكومية ومنها صندوق الإغاثة من الكوارث التابع لوكالة الطوارئ الفيدرالية المعروف اختصارا بفما هذا ما أوضحته الوكالة نفسها ردا على تلك الشائعة لا تحول أموال هذا الصندوق إلى الجهود غير المتعلقة بالكوادث أو غيرها من الجهود بالرغم من ذلك فمن بين مخصصات وكالة الطوارئ الفيدرالية هناك تمويل موجه للإنفاق على خدمة دعم المهاجرين ولكن للمفارقة فقد أقر الكونجس هذا التمويل عام 2019 أي خلال رئاسة ترامب نفسه في الأول من تموز يوليو 2019 أصدر الكونجس قانون المخصصات التكملية الطارية للمساعدات الإنسانية والأمن على الحدود الجنوبية الأمريكية وخصص من خلاله 30 مليون دولار لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية فيما لتنفيذ برنامج المساعدة الإنسانية الطارية في مدينة هيوستن منافسة ترامب المرشحة الديمقراطية كاملة هاريس أدلت بتصريح يستدعي التدقيق أيضاً التصريح جاء خلال ندوة نظمتها شبكة سي إن أن في ولاية بنسلفينيا فلنستمع الوضع في الولايات المتحدة أن أصحاب المليارات يدفعون في المتوسط ضرائب أقل كالنسبة مئوية من المعلمين ورجال الإطفاء والممرضات إذن ما هو غير صحيح في مقالة هاريس؟ الشريحة العليا والتي تمثل واحداً في المئة من دافع الضرائب سددوا ضريبة دخل فيدرالية تفوق ربع دخلهم السنوي دفع أعلى من واحد في المئة من دافع الضرائب معدل ضرائب متوسط قدره 25.99% وهو ما يزيد عن ثمانية أضعاف المعدل المتوسط الذي دفعه النصف الأدنى من دافع الضرائب أما الفئة التي تحدثت عنها هاريس المعلمون الممرضون ورجال الإطفاء فهي مهن تتراوح رواتبها بين 50 و 100 ألف دولار أمريكي سنوياً وتقدر نسب ضرائبهم بين 5 إلى 15% كانت هذه أبرز تصريحات هاريس وترومب والتي استلزمت تدقيقاً من فريق الحرة تتحرى عودة إليك ميرا وباقي فقرات أمريكي هذا الصباح نعم أحمد بالتأكيد أنا أشكرك جزيلة شكر وسوف نكون في متابعة يومية معكم لاحقاً في فريق الحرة تتحرى فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء القادم والتي لا يفصلنا عنها سوى ستة أيام الآن مشاهدين أعود إلى زميل محمد الرماوي وباقي فقرات أمريكا هذا الصباح شكراً لك ميرا ناقش كبير مساعدي الرئيس الأوكراني فردومي زيلنسكي الدعم المقدم لأوكرانيا وتدخل الكوريا الشمالية المزعومة في الحرب الروسية ضد كييف ذلك مع مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيان جيك سوليفان وأنطوني بلينكين في العاصمة واشنطن وقال أندري يورماك رئيس مكتب زيلنسكي على منصة إكس بعد اجتماعه مع سوليفان أمس ثلاثاء قال أنه تمت مناقشة خطة النصر الأوكرانية وتنفيذ صيغة السلام والخطوط الأمامية والأسلحة والجنود الكوريين الشماليين الذين تعدهم روسيا للحرب ومعي هنا في الستوديو الزميل المحرر في غرفة الأخبار رفيق أثير أثير أهلا ومرحبا بك معنا أثير نتحدث عن هذه الخطوة من جانب كوريا الشمالية بإرسالها عديد القوات تحديدا إلى كورسك الروسية للمشاركة في هذه الحرب في أوكرانيا ما القلق الذي يحدث الولايات المتحدة وحتى حلف النيتو منها كذا خطوة طبعا أهلا بك صباح الخير محمد وبكل المشاهدين هناك تعاون واضح ويتجلى يوم بعد آخر بين روسيا وكوريا الشمالية بالإضافة إلى دول أخرى تراها الولايات المتحدة داعمة للإرهاب وعدم الاستقرار العالمي ومنها إيران هناك قلق لدى الولايات المتحدة من أن مثل هذه الخطوات ستؤدي إلى مزيد من الصعوبات والضغوطات على حلفاء الولايات المتحدة وعلى الدول التي هي تحت ضغط روسيا ومن ضمنها أوكرانيا إذن نحن هنا أمام مشهد يتصاعد وأمام حدة مواجهات قد تؤدي إلى ربما حلف قوي يتألف من روسيا وكوريا الشمالية وربما تنظم له الصين ودول أخرى مقابل حلف غربي آخر قد يقود إلى ربما بدايات حرب باردة كأن تكون نعم كل شكر لك على هذه التفاصيل في المحرر زميل محرر معنا في غرفة الأخبار شكرا لك عرضت الولايات المتحدة أمس أثلثة مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن تفجير طائرة في بنما عام 1994 نسبته إلى حزب الله اللبناني وأدى حينها إلى مقتل واحد وعشرين شخصا وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وسفرة واشنطن في بنما أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي قدر أن حزب الله مسؤول عن تفجير الطائرة أشارت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء إلى أنه إذا فاز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأمريكية فإنه قد يهمل تايوان نظرا لأن الولايات المتحدة تسعى دائما إلى اتباع سياسة أمريكا أولا ولدى سؤالها أي الحكومة الصينية عن تصريحات ترمب التي قال فيها أن على تايوان أن تدفع مقابل حمايتها قالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في الصين قالت أن شعب تايوان لديه فهم واضح لسياسة الأمريكية أضافت أن شعب تايواني يعرف أن تايوان قد تتحول في وقت من بيدق إلى طفل مهمل دون ذكر اسم ترمب بشكل مباشر شاهد كراما ننتقل بكم الآن مباشرة إلى كلمة الوزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين وهذا ما كنا نعمل على تحقيقه خلال فترة كوزير سافرت مليون ميل وقابلت قادة ومواطنين من 86 دولة وأكثر من 12 أو عشرات المدن والبلدات بما فيها في الولايات المتحدة ورأينا أشياء رائعة خلال هذه الفترة وفي كل مرة كان الحديث يركز على بلورة والتأثير على حياة الناس الذين نحميهم وحماية العمال مما يهدد حياتهم وأيضا تأمين إمدادات أو سلاسل الإمداد والتأكد من وجود الأشياء التي يعتمد عليها الناس والاقتصاد حماية الخصوصيات خصوصية وأمن البيانات وأيضا التكنولوجيا الصاعدة مثل الذكاء الاصطناعي واستخدامها لما فيه الخير ومنع إنساءة استعمالها الطاقة النظيفة التي يمكن للناس الاعتماد عليها لتشغيل بيوتهم والحفاظ على الكوكب من أجل أطفالنا وأحفادنا منع جائحة جديدة وأيضا منع وصول المخدرات إلى مجتمعاتنا أيضا موضوع الهجرة في نصف الكرة الغربي وفي العالم في نفس الوقت نواجه قوة مثل روسيا وشراكات مع دول مثل إيران والصين وهذه تتحدى مصالحنا وقيمنا وتصر على تغيير المبادئ الموجودة في صلب النظام العالمي الصين لوحدها تحصل على القوة الاقتصادية والتكنولوجية وعمل ذلك على المستوى الإقليمي والعالمي والمنافسة العالمية مستمرة لبلورة عهد جديد في السياسات الدولية إلا أن التحديات القديمة لا تزال موجودة عدم الاستقرار السياسي مثلا رأينا هذا في الشرق الأوسط إلى السودان إلى فنزويلا إذن العالم الذي نواجهه أكثر تنافسية وتعقيدا وأيضا اشتعالا من أي نقطة أخرى في حياة العملية الآن للتطرق لهذه التحديات من موقع القوة قمنا بعمل استثمارات تاريخية هنا وعملنا على عادة الإنخراط وتنشيط وتفعيل تحالفاتنا وشراكاتنا في العالم في وزارة الخارجية وفي العالم زملائي وأنا نسمع نفس الشيء الولايات المتحدة لا تزال هي الشريك الذي نختاره أولا على جميع المستويات القطاع الخاص الجامعات الأعمال الخيرية الناس يتطلعون إلى الولايات المتحدة أيضا هذا من مصلحتنا أن نتشارك مع شركائنا في الخارج لأن بإمكاننا أن نحقق الكثير سويا أكثر مما يحققه أحدنا لوحده ونعرف أن القوة والنجاح نجاح أصدقائنا يعتمد أيضا على أمننا وازدهارنا وتسويق منتجاتنا ومواجهة التحديات الجديدة مع حلفاء لهزيمة العدوان هذا في قلب مقاربتنا للعالم والحفاظ على مصالحنا وأعتقد أنه يجب أن يكون في صلب مقاربتنا مع العالم الآن لمواجهة هذه اللحظة دبلوماسيتنا ووزارة الخارجية يجب أن تكون جاهزة ومنظمة ولديها المهارات للقيادة في أهم القضايا قبل ثلاث سنوات هنا أطلقنا خطة لتقوية وتنشيط الدبلوماسية الأمريكية لهذا العصر في العلاقات الدولية وقبل أن نبني للمستقبل علينا أن نبني بعض الأساسات والأعمال الدبلوماسية علينا أن نتأكد أن هناك إتقان للغات الأجنبية إتقان لفن التفاوض